حضت الولايات المتحدة إيران السبت على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف بعد الضربات الإسرائيلية على إيران وأعلن البيت الأبيض أن الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران تأتي في إطار الدفاع عن النفس مسؤول أمريكي قال لوكالة رويترس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبيل شن هجمات على أهداف في إيران وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تشارك في العملية الإسرائيلية البيت الأبيض قال إن نائبة الرئيس أبلغت بشن إسرائيل ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران وتراقب التطورات عن كثب وستبقى على الطلاع وذكرت وسائل إعلام أمريكية كذلك نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الهجمات الإسرائيلية على إيران لم تشمل منشآت نووية أو حقول نفط إيرانية بل ركزت على أهداف عسكرية فقط اشتركوا في القناة